اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد ان العمل بروح الفريق الواحد حقق العديد من النجاحات لمملكة البحرين واسهم في تعزيز مكانتها على المستويات المختلفة مشيرا الى اهمية المواصلة بنفس الوتيرة للوصول بالبحرين الى المكانة الرائدة التي يطمح اليها الجميع على مختلف الاصعيدة ولفت سموه لما يليه اعضاء فريق البحرين من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الاهلي على الدوام من حرص على تحقيق كل ما من شأنه رفعته ونماء الوطن والمواطن ورفض مختلف مسارات التنمية للوصول الهدف المنشودة وفقا لرؤى وتطلعات حضراته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقائي سموه حفظه الله في قصر القضيبية معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورؤساء الجانب المجلسين بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث نوه سموه بمسارات العمل المختلفة التي تجعل مصلحة البحرين دائما نصبع عينها من أجل حاضره ومستقبل الوطن وابنائه الكرام مشيرا سموه لما يشهده القطاع الخاص من نمو مستمر وهمية مواصلة دعمه وتمكينه كمحرك رئيسي للنمو ليسهم في دعم مختلف الجهود الساعية لخلق الفرص النوعية أمام المواطنين وقال سموه أننا عازمون على تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن من خلال مختلف المبادرات والخطط والبرامج التي يتم العمل عليها ولن يتأتى ذلك إلا بعزم لا يلين من كافة أعضاء فريق البحرين من مختلف مواقعهم والذي شهدنا بعشقهم للتحدي وحبهم للإنجاز تخطي العديد من التحديات وتحويلها إلى نجاحات بفضل هذه العزيمة والروح الطموحة من جانبهما أعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يبده سموه من اهتمام ومتابعة مستمرة لمسارات التعاون والعمل المشترك مؤكدين موصلة العمل بروح الفريق الواحد وبكل عزم من أجل تحقيق ما من شأنه الخير والنماء للوطن وكافة أبنائه ترجمة نانسي قنقر